أثارت قضية التبيب السعودي الذي قتل مع تنظيم داعش أثارت الرأي العام السعودي الطبيب القتيل يدعى فيصل شامان لعنزي يبلغ من العمر 25 عاما وتعددت الويات حول المكان الذي قتل فيه وطريقة وفاته فأعلام حكومة المالك أعلن أن لعنزي قتل بقصف القوات لمكان العيادة الخاصة به في الموصل في حين أكد تنظيم داعش على حسابه أحد متحدثيه في تويتر أن لعنزي قتل خلال عملية انتحارية في كاركوك استهدفت عناصر البشمرقة الكردية بينما كانت لعائلة لعنزي رواية مختلفة ومعنا من الرياض محمد شمال لعنزي شقيق المتوفي أرحب بك سيد محمد أولا أريد أن أسأل عن تعددت الروايات أنتم أهل أهله ما روايتكم أهلا بك يا اختريمة بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والتسليم نشكر قناة العربية على هذه الاستطافة لتوضيح بعض الأمور سمعنا أقاويل كثيرة اختريمة من بعض السفهاء والمغرضين في بعض وسائل التواصل الاجتماعي أنه فجر نفسه وإلى جهنم ومثل هذه العبارات لا يهمنا هذا الكلام الفارق الفاضي أخي استشهد في قصف للقوات العراقية بعيادته الخاصة حسب ما أعلنه المسؤول الرسمي العراقي بذلك وأبشركم أنه مات وهو صائم في يوم الجمعة حسب ما قاله لنا زميله الدكتور خالد رويلي باتصاله مع والدتي من العراق يعني أنت ذكرت الآن بأن أخ محمد في العراق قتل أنت تؤكد مقتله في العراق ليس في سوريا نعم قتل لا 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 كان في سوريا يعالج المرضى في المستشفى الوطني بمحافظة الرقة ومن قبلها بمحافظة حمص لمدة شهر وانتقل رحمة الله عليه إلى العراق ولكن دعني أتوقفك هنا في هذه الصور التي نعرضها هناك صور يحمل بها السلاح ألم تلاحظون هذه الصور التي يحمل عالم القاعدة أيضا ألم ترون هذه الصور؟ لا هذا علم عليه شعار لا إله إلا الله محمد رسول الله هذا معروف للقاعدة يا أخ محمد معروف للقاعدة معروف لداعش إذا لم يحمل شعار لا إله إلا الله محمد رسول الله وهو مسلم وسني ماذا تريدونه يحمل يحمل علم الخميني ولا حجب الشيطان يا استاذ محمد لو سمحت كلنا نحمل طبعا شعالا إلى الله محمد رسول الله ولكن في الصور هذا العلم معروف بأنه لداعش وللقاعدة هذه الصورة التي أمامك هي صورة لفيصل وهو يحمل السلح هذه الصورة أين؟ يبدو بأنه كان يقاتل صحيح هذه في الموصل أختي ريمة والسلاح لا بد من حمله كونه في منطقة صراع وهو دكتور ولكن يمنوا بأنها وقتل في قصف جوي أختي ريمة اسمحي لي ثواني بس أوضح لك نحن نعرف أن القاعدة والعمليات الاستشهادية منذ زمان تقوم بالتصوير والأدلة قبل تنفيذ العملية الانتحارية فأين هي؟ أخي قتل شهيدا بإذن الله وهو في المستشفى حسب التصريح للقوات العراقية بذلك يوم الجمعة عصرا وهو صائم هل تواصلتم معه في الفترة الماضية؟ نعم تواصلنا معه آخر يوم رحمة الله عليه أنه يقول لنا ادعولي ادعولي وهذه الكلمة باستمرار هو ذهب وترك وأبشرك أختي ريمة لله الحمد لنحن لسنا بحاجة لمادة ولسنا بحاجة لأي غرض ذهب من قناعته هو بل قرر فيه من بعض زملائه ربما غرر به هل أنتم كنتم راضون كأسرة عن ذهبه؟ أبدا وليس لنا علم به نهائيا إلا لما توجه من عند البحرين رحمه الله ومن البحرين توجه إلى تركيا ومن تركيا سهلوا له دخوله زملائه الأطباء الذين في سوريا وعمل في مستشفى بمحافظة الرقة لمدة ثلاثة أشهر واسمه المستشفى الوطني وكنا متواصلين معه كان يعالج المرضى جميع المرضى محمد شمان لانيزي شقيق المتوفي شكرا جزيلا لك